أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرعيم لتنذر قوما ما نذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على كثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالهم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أعذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نعي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحشيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم توتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أين مذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مغتدون وما لي ألا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني عالية يردني الرحمن يردني الرحمن بزر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي أعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيعة واحدة فإذا هم خامدون يا عسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستغسيهم ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فاجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا منه وثمره وماملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خرق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذلك العرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نسى نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم من قدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى عين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا أنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا ومتعهم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا سيعة واحدة وتأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فيدا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيعة واحدة وفيذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سغل وفاكهون هم وأزواجهم في ظلال على العايك متكئون لهم فيها حاكيات ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على فواههم وتكلمنا أيديهم وتشادوا رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الشراط فأنا يبشرون ولو نشاء لما صخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خرقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومساره وفلا يشكرون واتخذوا من ودود الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى اليونسان أنا خرقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين وزرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام غير به قول يحييه الذي أنشاه أول مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخذر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذين خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الرحيم قل هو الله الرحيم قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ضاشق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر العسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ترجمة نانسي قنقر